أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحديث عن الرضا المجتمعي لا يتعلق بحفظ نظام ولكنه يرتبط بحياة مئة مليون مواطن وأنبهى الرئيس السيسي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل توفير الحياة الأفضل للمواطنين هنا ما بقاش موضوع استثمار هنا الموضوع اللي بكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظامات المجتمع المدني ومع الحكومة مش استثمار ده بقى يا جماعة محافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا حالة إيه؟ استقرار ها طبعا لأن المواطن لو الضغط يزاد عليه هيعمل إيه؟ فأنت وبرضو بقول ده للناس اللي بتسمعني اوعوا وكونوا فاكريين أنا بقول كده استقرار عشان عشان إيه؟ لا والله أنا بحرب بالله والله العظيم لما بتكلم على حالة ردة مجتمعي وحالة الاستقرار ما بستهدف منها حفظ نظام حفظ الرئيسي يعني لا والله العظيم والله العظيم ربنا المطالع بقى إذا كنت بتكلم من جوة ولا هي حاجة لا أنا بتكلم على الحياة انت بمئة مليون لو حصل أمر والناس بميتش الرادية انت بتكلم في مئة مليون هنضايحه فهنا لا تناموهش ما تقالي دكتور مصطفى ما تناموهش من نظرات المجتمع المادئة لتنام مش دوركم حماية الناس؟ لا ده الموضوع أكبر من كده لأن الظروف اللي احنا موجودين فيها هدية واستمرارها اللي ما نعرفش حينتهي قد يأمتى لما كانش نبقى احنا موجودين وموجودين وحاسين بالناس ونخفف عنهم ما أمكن احنا عملنا لأن الموضوع ضاغط وانا بقولها لكل اللي بيسمعني من الناس وإحنا مفيش عندنا نقص في حاجة وقبل ما انسى عايز أشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الآن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة